النباتات الطبية والعطرية من أهم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ومرشحة بقوة للمشاركة في خطة الوصول بالصادرات المصرية لمية مليار دولار ولكن بشروط أهمها توفير الأراضي بأسعار مناسبة للتوسع في زرعتها لأنها باختصار لا تتجاوز لغاية النهاردة 80 ألف الدان على مستوى الجمهورية وتخيلوا حضراتكم رغم محدودية المساحة المزروعة من النباتات الطبية والعطرية في مصر بلدنا عظيمة في تصدير منتجتها لكل أسوأ العالم بإجمال صادرات تجاوز 185 مليون دولار ونفذتها حوالي 380 شركة يعني مثلاً إحنا أول العالم في إنتاج اليسمين والتانية في الكامومايل والتمنى عالمياً في إنتاج اليانسون والشمر والكسبرة وكمان بنحتل مراكز مرموقة في تصدير نباتات كتير زي الرحان والنعناع الفلفلي والبردقوش والحبة السودة وبزور الكمون ده بخلاف إننا بنحتل المركز الحداشر على مستوى العالم في تصدير زيوت النباتات الطبية والعطرية وغيرها من هنا نظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية في الفيوم بمشاركة 70 عارض من المزارعين وأصحاب المحطات والمصدرين ومنتجي زيوت النباتات الطبية والعطرية بهدف تحسين ورفع جودة المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والحصاد والتصنيع والتصدير واستخلاص الزيوت وطبعا زرنا المعرض عشان نقابل النماذج المضيئة في قطاع النباتات الطبية والعطرية ونتعرف على التحديات اللي بتواجههم وإزاي نسندهم البداية هتكون مع السيد مجدي الوحش العضو المنتدب لشركة الدالية للنباتات الطبية والعطرية اتأسست سنة 1974 وبالتالي هي من أقدم الشركات اللي بتشتغل على تكفيف وغربالة النباتات الطبية والعطرية اللي بيزرعوها بالتعاقد مع المزارعين في الفرفرة والوحات وبيشتغلوا بأحدث خطوط إنتاج في العالم وبأقصى توفير في الطاقة وبالتالي بيصدروا لأفضل الأسواق زي أمريكا وألمانيا وهولندا والسويسرا وإنجلترا اسم عالم الدالية حركة الوحش المنتدب للشركة بنصدر من يجي كم سنة عندنا الاربعين وخمسين سنة الشركة من اربعة وسبعين ماشاء الله عليكم جدا مليك وصلنا لده إزاي؟ اتأسسنا حكايتنا إيه؟ احكي لنا؟ دي قصة نجاح دي قصة نجاح اللي وراء العالم يعني نباتات طبية والعطرية مصرية دي قصة نجاح وكفاح احنا أسسناها ابتداها والدي في سنة اربعة وسبعين من مؤسسي نباتات طبية والعطرية في محافظة بنسويب المصنع بتاعنا موجود هناك حتى الآن ابتدينا بعد كده دي وش الخير أو عطسيب ولا تفرط فيه؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا ده الأساس داليا فعلا بقت اسم موجود عالميا معروف أسواق العالم اللي احنا دخلناها أسواق كبيرة قوي أمريكا، سويسرا، ألمانيا الأسواق دي لها الشرطات صعبة جدا خلينا واضحين جدا بنحافظ عليها ازاي؟ وبنطور شغلنا عشان يتوافق مع زي الاشترطات ازاي؟ دينا نحافظ ان احنا دايما بنعمل أبديت للمصنع بتاعتنا وشغلنا ايه المنتجات عند حضرتك؟ احنا منتجاتنا كلها منتجات مصرية 100% منتجات زي القامومايل منتج زي البيزل، رحان المصري، البردقوش، نعناع التكفيف ليه شروط قاسية جدا مخصوصا لأسواق زي مثلا ألمانيا مش أي مجفة في قبله، المنتج بتاعه ده مظبوط ده بيخلينا دايما نطور في المجفات بتاعتنا؟ ده حقيقة احنا عندنا أحد أحسن مجفات موجودة في العالم مجفة في التكنولوجيا كلها ألماني جبنا نفس التكنولوجيا اللي بيستخدمها الأجانب برا وعملنا عليها عمليات عشان تناسب المنتج المصري وبينا بنصدر منها من هنا لألمانيا، سويسرا، أمريكا، إنجلترا ومرة تانية نجحنا وقدرنا أنهم يتهافتوا على المنتج المصري والحمد لله دلوقتي لنا اسم كبير جدا حضرتك كمصدر كبير اللي نبيتها الطباء والوقت رأيها أكيد فيه تحديات بتواجهنا رغم أنك قايم بالديرة كاملة يعني أنت بتزرع وبتصنع وبتجفف وبتصدر بنفسك اللي زي حضرتك بالقوة دي التحدي الأكبر قدام النهاردة تحديات طبعا إحنا بندخل أسواق صعبة جدا محتاجين مساندة الدولة لنا طبعا الدولة عاملة أداء رائع الفترة اللي فاتت من مساندة المصدرين بس محتاجين اهتمام أكتر وخاصة بقطاعنا بتطبقية وعطرية مساندة دعم الصدرات طبعا مهمة جدا لقطاعنا بتطبقية وعطرية وإن احنا نتعامل زي الصناعات الغذائية ترجمة نانسي قنقر